حكموا الجماعة السيارة بمسروقة فقط سرقة سرقة حكموا أول واحد سرقة حكموا الثاني هماته سرقة راح نبدأ من النجف أبو عمار فقد ابنه أحمد منذ عام 2019 لحد اليوم ما أحد يعرف مصير هذا الولد وين صار أفاد والده بأنه عندما عاد من العمل بالساعة 4 العصر ومن ثم خرج انقطعت أخباره تماما عند الساعة 11 ليلا كم البحث عنه لكن دون جدوى بعد أيام اتصل بهم أحد الأشخاص أخبروهم أن سيارة ابنهم اللي اختفى بيها هو موجودة بالسليمانية وكانت في أحد المعارض لغرض البيع من قبل اثنين شباب وهم خرسان من الصم والبكم توجهت هذه عائلة عائلة أحمد إلى السليمانية تم إلقاء القبض على الشابين المشكلة هنا أنه بعد ما تم إجراء التحقيقات وتم إحالتهم إلى القضاء وياهم السيارة بتهمة السرقة فقط سرقة السيارة يعني دون أن يهتموا بموضوع اختفاء الشاب أحمد حسب ما تحدث والده يعني حتى نطلع على تفاصيل هذه القصة أكثر مراسلنا محمد رزاق في النجف تحدث مع عائلة الضحية وأعد لنا هذا اللقاء خلونا نشوف تحية لك زميلي مازن نحن الآن في بيت العم أبو عمار الذي فقد ابنه في عام 2019 ولحد الآن لا يعرف مصير ابنه مع العلم أنه عملية الفقد كانت ترافقها سرقة لسيارة أحمد سنتعرف عن تفاصيل هذه القضية مع العم أبو عمار حياكم الله عم أبو عمار شنو اللي صار مع قضية أحمد شلون نفقد سيارته ونهسه وشنو مصيره حسب معلوماتك أحمد جا من الشغل الساعة بالأربع العصر طلع أثناء طلعت هاي الساعة بالدعش انقطع الاتصال دعش بالليل دعش بالليل انقطع عبية سنة حجي ستعاش الدعش 2019 بعدين ضلنا نحن للمراكز قالوا ما يصير إذا ما يصير خلال 48 ساعة صارت 48 ساعة جتنا مخابرة يوم 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 الثمنطعش الثمنطعش الدعش 2018 من سليمانيا أبو المعارض قال عم هاي سيارتكم وبيها خرسان الثنين من أهل النجيف طلعنا على السيارة بخلال هذا اليوم هي رقمها سليمانية هي رقمها سليمانية وهي رقمها عربيل وهي باسمنا السيارة باسم ابن عقيل فطلعنا بهذا الوقت وصلنا الساعة بثمانية بالليل لسليمانية لجمناهم بسليمانية هاي القول قبض عليهم يردون يبيعون السيارة من ذولة هم الخرسان الماخذين السيارة ماخذيها من أحمد هم الماخذيها من أحمد هم ماخذين أحمد هم هي كل هاي الشغلاتهم رجعنا رجعنا بهذا الوقت صارت المراجعة صارت كورونا بقوا سنة هناك بقوا سنة باسليمانية بسجونين باسليمانية بقوا ورجعوا ورجعوا الدور سونا مقابلة الوزير الداخلية هم الوزير الداخلية خلال يومين يجون يجيبوهم للنجف هم والسيارة قدتوا لحد الآن مصير أحمد ما تعرفوا لقيت السيارة ولقيت اثنين المشتبه بيهم أو بالسيارة ولقنا دم والتصوير تصوير السليمانية كلها موجود عدنا قرص كامل دم بالسيارة بالسيارة والسيارة مخشولة وهم ما أغذينها فمن قلت لك منże راجعنا من ورا ما نفك الحضر جابوهم لهنا جابوهم المكافحة جرام النجف بقوا 3يت شرب مكافحة جرام النجف كل شي ماكن قالوا يا بحاولوهم من مكافحة جرام النجف للاستخبارات الداخلية هنا ما للنجف حولناهم للاستخبارات استغلت الاستخبارات هم ما طلعوا كل نتيجة كل نتيجة ما طلعوا لإجرام ولا الاستخبارات النتيجة اللي تردوها مصير أحمد مصير أحمد ما طلعون كل شو ماكو لا تحقيق التحقيق يعني شون ما عدر ما عرفنا التحقيق شيني ما شيني آخر شي قالوا يا با محكمة راح تصير والمحكمة راح تصير عن طريق محكمة النجف حكموا القضاءة النجف حكموا الجماعة السيارة مسروقة فقط سرقة سرقة حكموا أول واحد سرقة حكموا الثاني هماته سرقة وراحت الشغلة وانتهت الشغلة وإحنا أبننا لحد الآن ما لاقينا والراجع سوينا مطالبة مناشدة السيد مقتدى الصدر سوينا مناشدة حاولوا أن الكتاب صارت هاي الشغلة هلسه ما الحكومة تغيرت بعده طلعوا الشسمة ولحد الآن إحنا ما محصين كل نتيجة منه بنا وبنا لحد الآن ما ندري بها إحنا نريد نعرف مصيره بنا قدتوا المحكمة قررتوا الحكم عليهم شين ذولا منين منين جابوا السيارة يعني شرقة وقبل نزلت لهم من السماء السيارة وإحنا لحد الآن موقفنا يعني كل الصعب ومظلميتنا كل الشبيرة وناشدنا رئيس الوزراء وناشدنا وزير الداخلية وناشدنا وفاق زهدان وكتب هاي سويت حتى بنقل الدعوة من النجف البغداد والواسطات اشتغلت عليها ما أخلونا خابروني دول المعارض المالسليمانية ساعة بالعشرة الصباح دقوا عليه احنا متواجهين للمركز يريد روح نكمل دعوتنا قال لي دولة اثنين ولدي يريد يبيعون هاي السيارة تطلب عليها شي قلت لها السيارة هاي بيها أخوي ما هو ما موجود لأن السيارة باسمك خابروا كلك لأن رقمي مكتوب بالسنوية وراء السيارة باسمي فإحنا عفنا يعني صعدنا سيارتنا ورحنا لهم قبل السليمانية وصلنا طلعنا منها بالعشر الصبح ووصلنا بثمانية بالليل طبويني قالوا نراح نجيب لكم متهمين تعرفوهم طبوين عليهم لا نعرفهم ولا يعرفونه بالأمن العامة ما لسليمانية جابوهم قالوا قالوا نتعرفوهم قلنا لهم لا ما نعرفهم السنوية السكنر مهم ما عادهم السكنر وإحنا برزناها يا الله يعني صدقوا بينا يعني الأصلية عندك والسكنر ما أخذيها على أساس يبيعوها بأقل من سعرها المعارض هم ليش شكوا بيهم بمعارض هم السنوية سكنر هم شكوا بيهم بينها السيارة مسروقة يعني وشغلتها يعني شفت السيارة هناك شفت بيها آثار اللي هم الناس المتهمين عليهم آثار هناك شف عليها وقالوا شفنا السيارة بيها ديم مستوها مخصولة السيارة يعني كشناتها بعدن منقعات والدنيا شتا كانت ما ينشف يعني المي آثار ديم وهم وضعيتهم تعبانة يعني مجلخين وهذا وفتحنا مبايلاتهم بتشناها اللي قينا كبير خال صورة الهوية ما لأخوي حمودي مبايل المتهم صورة هويته اي